قبل أن نبدأ طبعا يمكن فقراتنا النهاردة يعني عندنا صحف العالمية بنشوف يعني كتبت ايه وحنغطي كل الصحف العالمية وعنوين الصحف العالمية يعني خاصة الأسبانية الإنجليزية الإيطالية الفرنسية قالوا ايه على بداية الدوري في الدوريات العالمية من خلال المحترف رجعنا مع حضراتك وتعالوا نشوف كتبت ايه النهاردة الصحف العالمية على المنافسات في الدوريات الأوروبية المشتعلة يمكن في أسباحها الأولى نبدأ من أسبانيا ماركة الأسبانية النهاردة بتركز بشكل كبير جدا على تعادل ريال مادريد أمام ليفانتي 3-3 في الدوري الأسباني وطبعا تقلق البرازيلي فينسوس جونيور وكتبت كمان فينسوس لاعب كبير اتحدثت الصحيفة كمان عن فوز أتليتكو مادريد على إلشي 1-0 وتصدره يمكن جدول الدوري الأسباني وكتبت كوريا يعني بيعقود مرة أخرى حامل اللقب الصحيفة اهتمت كمان بالحارس بجلوس النجم الكبير كريستيانو رونالدو على دكة البودلاء خلال طبعا لقاء يوفينتوس وأودينيزي وكتبت بديل والكثير عن الضوضاء يعني يمكن كتبت الجريد عن أن رونالدو كان متواجد على دكة البودلاء صحيفة سبورت الأسبانية ركزت على تقلق الهولندي منفز دي باي طبعا برفقة برشلونة في أول لقاءات الموسم دوت وكتبت ألقائت منفز دي باي تحدثت معا عن حوار معه نجم برشلونة طبعا الشاب بدري وكتبت بدري هو بيقول بالنسبة لي اللعب كثيرا هدية طبعا بدري من لعيبة الشباب على مستوى العالم وطبعا نجم من نجوم الصاعدة في عالم كرة القدم العالمية الصحيفة تم كمان بتعادل ريال مادريد زي ما بقول لحضراتكم أمام ليفينتي 3-3 فوز أتليتكو مادريد على ألشي 1-0 في الدور الأسباني وكتبت فينسوس طبعا ينقذ نقطة في بالنسيا وأتليتكو مادريد يفوز بهدف كوريا دي بورتو مدريفو دي صحيفة في أسبانيا بتقول وركزت كمان على مستوى برشلونة في أول لقاءات الموسم والتفاهم الواضح ما بين دي يانجا ومنفس في شكل الدفاع وكتبت يعني بتقول إن انقطاع اتصال في إشارة للنسجام الحالة الهجومية لفريق برشلونة وعشوائية التنظيم الدفاعي وهو نفس الأمر بالنسبة إلى منطق طبعا على ريال مادريد قوة هجومية كبيرة جدا ولكن يبقى برشلونة وريال مادريد عندهم بعض المشاكل الدفاعية كمان تحدثت عن تعادل ريال مادريد أمام ليفانتي 3-3 في الدوري الأسباني الصحيفة دي كمان اهتمت بفوز أتليتكو مادريد على أقلش زي ما بقول حضراتك 1-0 وكتبت كوريا ينقذ الفوز أمام منافس غير مريح كمان اهتمت الصحيفة طبعا بإقاف نيس وأولومبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي وكتبت الألترس طبعا نيس يهاجمون لعيب مارسيليا نروح من أسبانيا لميرور الإنجليزية طبعا جريدة كبيرة جريدة ميرور اللي ركزت على فوز تشيلسي بديربي لندن وفوزه على الأرسنال 2-0 وكتبت لوكاكو يعني بيشكل المتاعد الصحيفة تحدثت كمان عن عودة هاري كين للعب زي ما بقول حضراتكو برفقة توتنهام ومصير صفقت طبعا يعني توتنهام مع منشستر سيتي لانتقال هاري كين وكتبت هاري كين عادة أيضا وبيب جارديولا يتعهد بتحقيق الصفقة حتى اللحظات الأخيرة تعالوا نروح من إنجلترا نروح لفرنسا وجريت الكيب الفرنسية واللي يمكن اهتمت بإيقاف لقاء نيس وأولومبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي بسبب شجار بين الجماهير واللعب ديمتري بايت وكتبت لا يحتمل صحيفة اهتمت بتعادل طبعا أولومبيك ليون المطير 3-3 أمام كلير رامون وكتبت نهاية خيالية طبعا على مستوى الليجة الفرنسية نروح للصحف الإيطارية وكوريدي ديلي سبورت لسه فيه طبعا الصحافة الإيطالية بتركز بشكل كبير جدا على تعادل اليوفينتوس أمام أودينيزي 2-2 في أولى طبعا جولات الدوري الإيطالي وكتبت يوفينتوس يعني بيقول تعادل هذا مؤلم يعني اليوفينتوس أكيد بيطمح للفوز ببطولة السيري آل لكن تعادل 2-2 كمان تحدثت عن فوز روما على فورنتينيا 3-1 ونابولي على فنزينيا 2-0 وكتبت طبعا يعني إبراهيم بيبدأ يعني بيصمم بشكل كبير جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم يمكن اليوفينتوس ووجود يعني كريستانو رونالدو أمال كبيرة لكن التعادل المخيب في أول جولات الدوري الإيطالي لسه في إيطاليا مع توتو ديسبورت اللي ركزت على تعادل يوفينتوس زي ما بقول لحضراتكم 2-2 في بداية الدوري الإيطالي وطبعا جلوس كريستانو رونالدو على دكة البودلاء وكتبت كريستانو رونالدو يعني أصفر ودليلا وديبالا يعني قدم عرض جيد جدا تينزي كمان يفسد كما اهتمت بلقاء الميلان وسامدوريا في الدوري اللقاء ميلان وسامدوريا يمكن حيتم انطلاق هذه المباراة خلال يمكن أقل من ساعة طبعا مهمة جديدة للميلان يطلق مهمة الحصول على لقب الدوري الإيطالي زي ما بقول لحضراتكم المنافسة شديدة جدا في الدوري الإيطالي رغم يمكن لسه احنا بنبدأها لكن تعادل يوفينتوس 2-2 الانتر بيفوز النهاردة يمكن خلال ساعة من دلوقتي طبعا هيكون انطلاق أول لقاء للميلان اللي بيسعى جاهدا طبعا بعد الموسم الأكتر من راعي السنة اللي فاتت وحصوله على المركز الثالث وبيشارك في التشاميز ليج كل محب الميلان يعني عندهم أمل كبير جدا أن السنة دي الميلان يحقق طبعا الدوري الإيطالي زي ما بقول لحضراتكم لسه طبعا عندنا أخبار كتيرة جدا الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي والدوري الأسباني لكن كل ده بعد الفاصل مع حضراتكم هنا في المحترف